يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم لإغافة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وشهد المعبر اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والوقود التي يحتاج إليها أهل قطاع المزيد يطلعن عليه محمود جميل مراسلة الفيزيون المصرية أهلا بكم بكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الخاصة بالجهود الإنسانية التي تقدمها مصر للأشقاء داخل قطاع غزة اليوم هو اليوم العاشر على دخول المساعدات الإنسانية من منفذ كرم أبو سالم بعد الاتفاق والتنصيق بين مصر والأمم المتحدة نستطيع أن نؤكد أن مصر استطعت خلال هذه المدة إدخال أكثر من ألف شاحنة من خلال منفذ كرم أبو سالم بها عدد كبير من أطنان المساعدات الغذائية والطبية إذا ما تحدثنا عن دخول الشاحنات اليوم دخل من خلال منفذ رفح البري وهذه الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم بالطبع للإخضاء لعمليات التدقيق والمراجعة هذه الشاحنات التي دخلت اليوم بخلاف الشاحنات التي تتواجد على جوانب الطريق بدءا من مدينة العريش ومرورا ووصولا حتى معبر رفع البري ولعلكم تشاهدون في هذه الصورة حجم الشاحنات الكبير عدد من الشاحنات لا تعد ولا تحصى متوقفة على جانبي الطريق بها عدد كبير من المساعدات الغذائية المختلفة نتحدث عن الدقيق نتحدث أيضا عن بعض المساعدات التي تحتاج إلى عملية التبريد وهذا بالطبع يعني يكلف سائق الشاحنات تكلفة كبيرة ولكن مصر تتحمل كل هذا المجهود نظرا لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة